السؤال الأول يقول السؤال إذا كان عندنا P2X زائد 5 على X ناقص 1 يساوي 64X مكعب ناقص 8X زائد 21 بده يعني أوجد P ناقص 5 مثل التوابع P ناقص 5 معناته هذا يساوي ناقص 5 إذا محتوى P يساوي ناقص 5 فأقول 2X زائد 5 على X ناقص 1 يساوي ناقص 5 إذا خليت هذا المحتوى نفس هذا المحتوى لكي أطلع قيمة X و أعوضها الآن جداء الوسطين يساوي جداء الوسطين جداء الطرفين معناته 2X زائد 5 يساوي مائص X زائد 5 بتروح الخمسة مع الخمسة بيطلع معي قيمة X تساوي 0 هلأ هاي القيمة بعوضها هون فP ناقص 5 تساوي هاي حتصير 0 ناقص 0 زائد 21 فالجواب 21 20 السؤال الثاني عندنا P3 X ناقص 6 يساوي X مكعب زائد 4X مربع مائص 9X ناقص 2 بالتالي بده يعني أوجد P0 يساوي قديش إذا P0 يساوي قديش معناته هاد المحتوى محتوى بي هون نفس المحتوى بي هون فبستنتج انه 3X مائص 6 يساوي 0 معناته X تساوي 2 يعني 6 على 3 2 2 إذا اللي بعمله هلا بقود هلا 2 هاي هون فبصير معي 2 مكعب زائد 4 ضرب 2 مربع مائص 9 ضرب 2 مائص 2 ف8 زائد 12 مائص 16 مائص 2 فالجواب يطلع معنا 4 السؤال رقم 3 بيقول السؤال إذا كان عنا P2X زائد 3 يساوي X مربع زائد 6X زائد P P عدية عفوا وعنا P1 يساوي 10 بده يعني أوجد قيمة P يساوي قديش طالما عندي P1 يساوي 10 معناته إذا عوضت هلا هاد P1 فيفضل الناتج يطلع 10 معناته 2X زائد 3 يساوي الواحد إذا محتوى P هون 2X زائد 3 وهون 1 معناته 2X زائد 3 يساوي الواحد بالتالي 2X يساوي مائص 2 معناته X يساوي مائص 2 على 2 يعني مائص 1 هلا واتحعود هون بدل كل X بمائص 1 الناتج لازم يكون 10 فبصير معي مائص 1 مربع زائد 6 ضرب نائص 1 زائد P يساوي 10 معناته 1 نائص 6 زائد P يساوي 10 1 نائص 6 نائص 5 بالإطاف الثاني فبصير أنه P تساوي 10 زائد 5 يعني 15 سؤال رقم 4 عمنا PX يساوي A-3X مربع مائص 3AX نائص 7 بواحد هو نائص 4 بدل يعني أن أوجد P-2 إذن يعطيني معلومة حتى أقدر من خلاله أحسب A بعد ما أحسب A فمعط عندي مجاهيل أبدا لذلك صار بقدر أحسب P-2 شو الحل؟ الحل مبدئيا استغل هذه المعلومة عود بدل كل X 1 فبيطلع معي بدل كل X ما في داعي ما في هون فقط X إذن بدل كل X 1 فالناتج بيطلع معي نائص 4 فبصير معي A-3 ضرب 1 مربع إذن بدل X حطيت 1 نائص 3A ضرب 1 لأنه أنا أمود الواحد نائص 7 يساوي نائص 4 اللي هي هي فإذن A-3 نائص 3A نائص 7 يساوي نائص 4 A-3A يعني نائص 2A نائص 3A نائص 7 نائص 10 نائص 7 نائص 10 يعني نائص 4 زائد 10 يعني زائد 6 فبستنتج أنه A تساوي 6 تقسيم نائص 2 يعني نائص 3 إذن طلعت معنا A نائص 3 أبعود الآن الشيء اللي طلع معي هون لحتى استنتج ما هو Px فبستنتج أن Px هو نائص 6X مربع نائص نائص ثلاثة بنائص ثلاثة يعني زائد ثلاثة إذن بدل A عم حط نائص ثلاثة X نائص 7 بس هو شو بده هو بده P نائص 2 فبصير معي نائص 6 ضرب نائص 2 مربع يعني 4 زائد ثلاثة ضرب نائص 2 يعني نائص 6 نائص 7 نائص 24 مائص 23 مائص 6 هون الفكرة إنه هون في خطأ صغير عنا نحنا نائص 3 بنائص 3 يعني زائد 9 هون إذن هون بتصير زائد 9 ضرب نائص 2 يعني نائص 18 فبصير معنا نائص 6 ضرب 4 يعني نائص 24 مائس 25 يعني جواب مائس 49 السؤال رقم 5 بيقول السؤال إذا كان عنا P2 مائس 3X على 4 يساوي مائس 2X مكعب زائد 2X مربع زائد AX وعننا P مائس 1 يساوي 2 يجب أن أوجد قيمة A تساوي قديش إذا كان الشيء الذي يساوي أنه يجعل هذا المحتوى هو نقص على محتوى P يعني يساوي 2 ناقص 3X على 4 يساوي ناقص 1 معنى 2 ناقص 3X يساوي ناقص 4 بنقول هاي لهون وهي لهون فبصير معنى 6 يساوي 3X معنى X تساوي 6 تقسيم 3 يعني 2 طيب إذا انطلعت معنى X تساوي 2 أعود هلا هاد الحكي هون بدل كل X بحط 2 فبصير معنى ناقص 2 ضرب 2 مكعب زائد 2 ضرب 2 مربع زائد A ضرب 2 يساوي يعني 5 ناقص 8 زائد A يساوي 1 ناقص 8 زائد 4 يعني ناقص 4 بنقص 2 ناقص 8 زائد 4 يعني 5 سؤال رقم 6 يقول السؤال إذا كان عندنا PX تساوي ناقص 3 X مكعب زائد AX مربع مائس X زائد 1 وعندنا P 4 ضرب عفوا ضرب P1 زائد P2 يساوي مائس 5 أوجد قيمة A يساوي يساوي طيب إذا بعوض بدل كل X واحد لأنه فقط في X ما في حبشة كده واحد واثنين إذا 4 ضرب ناقص 3 ضرب 1 مكعب زائد A ضرب 1 مربع ناقص 1 زائد 1 زائد P2 هلا بعوض يعني ناقص 3 ضرب 2 مكعب زائد A ضرب 2 مربع ناقص 2 زائد 1 كل هات يساوي ناقص 5 يعني بصير معنا ناقص 12 زائد 4A الواحد مع الواحد اللي حسن الحص بتروح فورا ناقص 3 هون عندي زائد طبعا ما بتتأثر لزائد كل الإشارات بتضل على حالة 3 ضرب 8 يعني 24 لأنه 2 و 3 و 8 ضرب 3 24 زائد 4A ناقص 2 زائد 1 يعني ناقص 1 يساوي ناقص 5 إذن نحن عنا هون 4A وهون 4A يعني 8A ناقص 12 ناقص 24 يعني 36 30 ماقص 1 يعني ماقص 37 بنقل على الطرف الثاني فبصير معي ماقص 5 زائد 37 يعني 32 إذن 32 فبستنتج ناقص 8A يساوي 32 يعني 8 تساوي 32 تساوي 8 في الناتج 4 ناقص 4A تساوي 32 تق ولا تحديث شكرا